على الحكاية الأهم أهم حكاية النهاردة موضوع رمضان صبحي قلنا أنه تقفل بعد ما لجنة الاستماع برقت رمضان صبحي من قصة المنشطات دي والحكاية خلصت النهاردة اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قدمت استئناف ضد قرار لجنة الاستماع بتبرئة رمضان صبحي إلى المحكمة الدولية المحكمة الرياضية الدولية يعني حكاية رمضان صبحي اتفتحت من جديد واللجنة الدولية للمنشطات طالبت في الاستئناف بإيقاف رمضان صبحي أربع سنوات طيب إيه اللي حصل وإيه اللي خلى دلوقتي لجنة المنشطات الدولية تقدم استئناف وليه أصلاً لجنة المنشطات الدولية هي اللي تقدم الاستئناف مش لجنة مثلاً المنشطات المصرية بص يا سيدي اللي هقول لك ده المعلومة الأكيد عشان هيتقل فيها كنصص كتير لجنة المنشطات الدولية لها مندوب في مصر مصري لها مندوب في مصر مصري بيسمع عربي بيفهم عربي بيتكلم عربي ففاهم كل حاجة بتحصل في الوضع بتاعنا يعني شريف إكرامي حارس مرمى بيرامينز وقريب رمضان صبحي كان له تصريحات انطقت فيها هاجم فيها لمح فيها ضد لجنة المنشطات أو اللجنة الدولية للمنشطات فده أزعجهم فقال لك لأ تعالي بقى احنا هنقدم استئناف هنقدم استئناف ضد هذا القرار وقدمه الاستئناف تقول لي هيحصل فيه ايه أقول لك الله أعلم طيب في سؤال مهم هل بعد الاستئناف ده هيتم إقاف رمضان صبحي لحين البت في الاستئناف لا رمضان هيلعب عادي خالص لكن لو الاستئناف اتقبل أو تم اعتراض الحكم اللي تقال بتاع لجنة الاستماع بتبلية رمضان صبحي هنا رمضان ان شاء الله ما يحصلش هيبقى عنده مشكلة كبيرة بإذن الله الأمور تعدي على خير ان شاء الله يعني بإذن الله دي الحكاية كلها ترجمة نانسي قنقر